هنروح للسكواش حدقكم عارفين نادي الاهلي في السكواش من الالعاب المهمة جدا داخل جودانا دي الاهلي كان عندنا لعيبة بتشارك في بطولة الجونة اللي فاتت يمكن كان ابرزهم على الاطلاق كان مصطفى عسل كان بيشارك في الرجال ودخل على دور الستاشر كسب مباراة ولكن منتهت مغامرته في دور التمانية مصطفى عسل لعب منتخبنا الوطن السكواش ونجمي نادي الاهلي مغامرته انتهت في بطولة الجونة مع دور التمانية واللي تلعبت في الفترة من 20-28 مايو اللي احنا فيه وكان مجموعة جوائزة 300 ألف دولار مصطفى كان خسر في دور التمانية من زميله في المنتخب ونجمي نادي سبورتينج فارس دسوئي بعد مباراة ماراثونية قعدت 123 دقيقة وخلصت من نتيجة 3-2 لصالح فارس مصطفى عسل كان كسب دور الستاشر زي ما قلت لحضراتكم محمد ابو الغار بنتيجة 3-2 ومحمد ابو الغار بالمناسبة كسب في دول الاتين وثلاثين محمد الشرباجي يعني كان مطش صعب فاز عليه بقى طبعا مصطفى عسل محمد ابو الغار فاز بنتيجة 3-2 مصطفى عسل بفكركم 19 سنة مصطفى عسل عنده 19 سنة يعني اللي بيحققه مصطفى عسل ده اعجاز مش انجاز ومصطفى عسل يعني تدريبه واعداده وكل يعني تجهيزه بأفنادي الاهل فبيبداي موفقة ليه وخلينا اقول لكم كمان السكواش عنده مشكلة البطولات العالمية قلت عشان جائحة كورونا فطبعا مصطفى عسل ما كانش عنده فرصة انه يتعد بشكل كبير جدا ولكن وصوله لدور التمانية بالشكل ده انجاز كبير في بطولة قوية زي بطولة الجونة بين هنيكا مصطفى ومنربط على ايدك ومستمين منك ان شاء الله المزيد